أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة والدفع بها نحو مجالات أوسع من العمل والتنسيق المشترك مشيرا سموه إلى استمرار تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة ويعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة سعادة السيد كمال القيزاني سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير التونسي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه منوها سموه باهتمام المملكة وتطلعها المستمر نحو توسيع أطر التعاون المشترك على كافة المستويات متمنيا سموه لتونس الشقيقة المزيد من النماء والتطور وخلال اللقاء تم استعراضه آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السفير التونسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية التونسية متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة